بسم الله نشغل السيارة شرايكم طبعا الداخلية باللون الأحمر تكسب فلوس كيف الطريقة يا ابو نهال هقول لكم الآن كيف الطريقة شوفوا أنا كما عندي 548 ريال رصيد حسابك الحالي وأقدر أسوي طلب تحويل خلاص يحولون لي الفلوس طيب كيف الطريقة يا ابو نهال الطريقة بسيطة جدا تجيلي تطبيق مستعمل خلوك بعدين أول ما تبدأ الصفحة تضغط على المزيد وهنا عندنا مستعمل أفليت وعليك نسخ الرابط وتنشر في القربات وأي مكان مثلا تعرف واحد قاعد يدور على سيارة شيء تعطيه الرابط أهم شيء مجرد ما يسجل على البرنامج أو يحمل البرنامج عن طريق رابطك شوفوا هذه هي التسهيرة هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير اللهم صلي وسلم على نبينا محمد جاي عندي فرع جينيسيس في أوتومول جدة طبعا الفرع هذا يعتبر أول فرع مستقل لبراند جينيسيس على مستوى الشرق الأوسط مو بس على مستوى المملكة فجاي إن شاء الله أصور هذي السيارة جي سبعين شوتينج بريك فلو تلاحظوا الفرق شوفوا الفرق اللي هو البوكس بيه اللغة العامية شوف هذي واجهتها ما شاء الله تبارك الله طيب قبل كل شي خلينا نجي للمواصفات عندنا هنا مواصفات السيارة أول شيء السعر سعر السيارة 220.800 ريال شامل الضريبة بالنسبة لمواصفات المحرك محرك 4 سلندر بسعة 2000 سي سي توربو سنجل توربو بنظام الحق المباشر جي دي آي بقوة 252 حصان وغير أوتوماتيكي 8 سرعات دفع خلفي بالنسبة لصرفية الوقود الليتر واحد مشي 11.6 بتقييم سي جدا بنزين 91 تانك البنزين جهة اليسار جهة السائق هنا بقية المواصفات جنود 19 إضاءات LED لآخرة هنشرح الأشياء هذه على السيارة كواجهة أمامية أول شي عندنا الإضاءات فل LED الليد النهاري إششارات LED إضاءات الأربع كلها عدسات نفس الفئة العادية نفس الوقت السيارة هذه جاية Black Edition فلو تلاحظوا هنا الشبك باللون الغامج يعني كروم غامج وأيضا عندنا الرادار الأمامي مع كاميرا أمامية من أصل أربع كاميرات محيطية لتعطي رؤية 360 درجة وأيضا فيها حساسات أمامية عددهم أربعة طيب نجي الآن لجانب السيارة طبعا هنا الاختلاف الأهم أول شي شوفوا تصميم السيارة من الجانب نفس الوقت الجنط جاي باللون الأسود بالكامل طبعا كفرات رياضية من شركة مشلان وقياس الجنط 19 كفرات الأمامية قياسها 225 في 40 لكن الكفرات الخلفية جاية أعرف طبعا 19 لكن القياس 255 في 35 أيضا فيها مستشعر للمطر كاميرا أمامية لمراقبة المسار لأن السيارة فيها قيادة شبذاتية ورادار والحفاظ على المسار إلى آخره المرايات أكيد تتصفت كهربائيا فيها لمسات الكروم الغامق مع إشارات LED فيها التعتيم التلقاي والنقطة العمية وأيضا معنى تكون الضباب الدخول الذكي للأبواب الأمامية وفيها إضاءة ترحبية وهنا فتحة سكف بنورامية بالشكل هذا زعنفة القرش هنا أيضا الزجاج الخلفي شوفوا كيف عبارة عن وصلتين وصل هنا وبعدين الوصلة الثانية هنا والجناح جاي مدمج بالطريقة هذه وفيه هنا مكان لدخول الهواء لينسيه به أفضل طبعا إضاءة الفرملة جاي هنا بالطريقة هذه زي جيفي 70 وهذه الإضاءة الخلفية فل LED شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله بعدين الكاميرا الخلفية جاي هنا حساسات خلفية إضاءة اللوحة LED وإضاءة الريوس وإضاءة الريوس هنا على شكل خطوط هنا الديفيوزر بالشكل هذا وفتحات العادم جهة اليمين فتحتين طب خلينا نشوف الشمطة شمطة كهربية أكيد هنا مساحة التخزين فيها إضاءة LED وأيضا جهة اليمين في إضاءة يعني الجهتين في إضاءة الكفر نحيف اللي هو الأسبير مع المادات الخاصة بالأسبير وهنا عندنا القطع هذي وأتوقع تقي تشيل القطع وهنا أيضا فيه زي الستارة أو الغطاء عشان تحمل أغراض وتقي تشيلها وتقدر تأمن السيارة أو تقفل في نفس اللحظة شوفوا وإذا تبغى تفتح الشنطة تقي تفتح من هنا حلو أو عن طريق الريموت أو عن طريق إنك تقرب من السيارة فالباب باب الشنطة يفتح من حاله طيب هذه داخلية السيارة من الخلف تقريبا نفس السعة لفئة السيدان نفس المساحات ما في أي فرق أنا ملاحظ هنا الأحزمة باللون الأحمر بس تشوفوا هنا تقدر تثني عشان تحط الأغراض حاملة الأكواب ومسند وسطي ونفس الوقت القطع هذي مستقلة في النص تقدر تحط الأغراض برضو فتحة التكيف مع منفذ USB منفذين USB عادي USB A واتق تتحكم بمقعد الراكب وفيها الازوفيكس الإضاءات أكيد LED هذا شكل الريموت كعادة سيارات جينيسيس تشغيل عن بود قفل فتح فتح الشنطة طيب النوافذ الأربع كلها أوتو النظام الصوتي لكسيكون حلو المقاعد الأمامية تحكم كهرباي ومسند وسطي فيها منفذ USB حاملات الأكواب بريك الكتروني أوتو هولد الرؤية المحيطية الحساسات وفصل مانع الانزلاق ووضعية القيادة وهنا الجير الإلكتروني ما بشرح كتير شاحن ويرلس منفذ 12 فولت منفذ USB وهنا التحكم به التكيير بشكل إلكتروني وفيها التبريد والتسقين للمقاعد الأمامية وهنا الاختصارات تبع الشاشة شاشة هنا أصغر من وفئة الفل كامل تشغيل عن طريق الزر جلد تطرس خياطة وهنا أيضا مواد ناعمة الشماسة مع إضاءة وهنا إضاءات أيضا LED وبيت النظارة هم شيء المرأة الوسطية تعتيم تلقاي توقعون الدرج فيه الإضاء وفيه إضاءة حلو وهنا ما أشي اسمه قمواش ناعم اللي هو الكنتار أو الشاموة كل واحد يسميه على حسب ما يرغب ما عرفنا السقف قمواش عادي آخر شيء نجي لجهة السائق نفس التفاصيل بس عندنا التحكمات الخاصة بالمراية وفيها الصفط الكهربائي وتخزين وضعيات المرتبة مرتبة السائق فقط أيضا التحكم مع الوسادة تصميم المقاعد الأمامية بالشكل هذا على فكرة المساند هذه تقدر كذا تقدمها لعندك توخرها لعندك حركة جميلة صراحة بعدين هنا التحكم بالإضاءات حلو فتح تانك البنزين الشنطة الكهربائية دواست البنزين والفرامل كلها بتصميم رياضي الدركسون أهم شيء كهربائي وقت تقرب تباعد شيء جميل الدركسون ملبس بالجلد مع تطريس خياطة على اليمين التحكم بمثبت السرعة والرادار القيادة الشبه ذاتية على اليسار على أمر الصوتية المود الوسائط المفضلة رد ورفض المكالمات المسارات والتحكم بالصوت بعدين هنا في الخلف عندنا الشفتر منبدل السرعات وأيضا على اليمين هنا عندنا المساحات وفيها الأوتو وأيضا الإضاءات فيها ميست الأوتو طبعا إضاءات فل LED أما الطبلون عندنا هنا شاشة وهنا عددات تقليدية كذا تقريبا خلص من تقطة هذه السيارة أتمنى التقطية نالت على إعجابكم كان ماكم أبو نهال أقول لكم سبحانك الله ومو بحمدك أشهد أن لا إلي الله أن تستغفرك وتب إليك وكنوا ابتسما دائما يا من الله